نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بوهرات إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة هنعمل النهاردة الطماطم المخللة هنعملها بطريقة سهلة جدا صنف جميل جدا بتقدميه مع أي أكلة ما شاء الله بيفتح النفس على أي أكل تعال ما نشوف مع بعض المكونات والطريقة معايا توم ومعايا فلفل أخضر وفلفل أحمر حالو باخد كل الحاجات دي باضربها كده في الكبة تكون خشن شوية ما بنعمهاش كتير علشان عايزها تبقى خشنة شوية معايا كمان معلقة كبيرة من هارسة الشطة لو أنت حابة الطماطم بتاعتك تكون حرة شوية معايا كمان عصير لامونتين كبار ورشة من الزيت ورشة من الخل معايا معلقتين صغيرين من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود ومعايا صغيرة من الكمون ومعايا صغيرة من الكزبرة النشفة بتقليب كل الخلطة كده كده مع بعضها ومعايا كمان المكون الأخير شوية كده من الشبت المفروم والكزبرة الخضرة برضو مفرومة بنقلب المكونات كلها مع بعضها ومعايا الطماطم بتاعتي اختار الطماطم ما تكونش مستوية كتير علشان مش عايزين هتنزل كمية مية مع التخليل بتبدأ تشيل العنق بتاعها كده زي ما انت شايفها في الفيديو بتقطعيها بالطريقة اللي تحبيها ممكن تقطعها مقعبات أو جوانح زي ما انت شايفها كده معايا في الفيديو واختري كمان الطماطم بتاعتك تكون لونها أحمر ومسكر بطعها كده بالشكل اللي انت شايفها وبرصها في الطبق بتاع التقديم مباشرة حاول ما تقلبيش الطماطم مع الخلطة اللي احنا عاملينها علشان مش عايزينها تتهارى ويبقى شكلها مش كويس لما تجي لقدميها رصتها في طبق التقديم وبحط عليها الخلطة كده بتحطها كده بمعلقة وبتفريدها كويس علشان تاخد كل الطعم والتدبيلة والبهرات اللي احنا حطنا بتعملها طبعا في الأول قبل ما تجهزي الأكلة بتاعتك ممكن تقدميها مع كشر الأصفر أو مع أي أكلة بتفتح النفس ما شاء الله وطعمها جميل جدا جدا بتسيبها تتبل شوية قبل ما تقدميها علشان الطماطم تاخد كده من طعم البهرات واللمون والتوم اللي احنا حطنا ان شاء الله هتجرب الوصفة هتعجبك ولو الوصفة عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من المشتركين واسبكم في أمان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته